بداية نزارة كاميرا تلفزيون النهار بيت الناجحة والمتحصل على المرتبة الأولى ولأيا في شهادة الباكالوريا بولاية تهالة تلميذة إكرام جلاب من بلدية السوقر والتي تحصلت على معدل 18.53 حيث أدخلت الفرحة إلى عائلتها وأهدت ناجحها إلى والديها خصوصا لذلك أن يرافقانها طوال السنة والتي كانت سنة رغم صعوباتها إلى أنها تكللت بالنجاح حتى تغطية لديار بن داود الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لهذا النتيجة التي توصلت لها ابنتي الغالية والمحبوبة إكرام ونطلب لها إن شاء الله مزيدا متأمنة تألق النجاح وأنا كنت ننتظر في هذه النتيجة وأكثر الحمد لله لأنها كانت مطابرة مشتهدة أشكر عائلتي التي وقفت إلى جانب طوال هذه الفترة خاصة في فترة الحجر الصحي التي كانت صعبة نوعا ما ولكن الحمد لله ذللت تلك الصعوبات وتجاوزتها ودى لي حصولي على المعدل 18.53 والحصول على المرتبة الأولى ولائيا أنا في الحقيقة أود أن أصبح مهندسة في وكالة نازا ناشنال ايرونيتيكس اند سبيس ادمينيستريشن في يوم من ما ولذلك أريد أن ألتحق بالمدرسة الوطنية العلية الإعلامي الآلي شرفت أن العائلة تائنا وهي اللؤلؤاتها العائلة وضروك أصبحت لؤلؤات سوقر ولؤلؤات ويلي تيرت وإن شاء الله لها عندها الأمنية أنها تكون لؤلؤات الجزائر أنها تشرف الدولة تائها أشكر الله عز وجل على توفيقه لأختي وأبارك لها بحصولها على أعلى معدل ولائيا وأتمنى لها مزيدا من التألق والنجاح ودمت لنا فخرا وشكرا